اشتركوا في القناة وحياة كثير من الزوجات المسلمات وحياة أطفالهن وأسرهن واليوم نواصل الحديث عن المشكلة الأخرى الملازمة لمشكلة فوضى التعدد ألا وهي مشكلة فوضى الطلاق وأثرها الأشد سوءا على الأسرة والأطفال ويمكن تلخيص هذه المشكلة في سؤال يقول ما حكم الطلاق هل هو الإباحة المطلقة أو الإباحة بقيد الضرورة والذي يستقرأ أحكام الشريعة الإسلامية وتقصى مقاصدها وغاياتها لا يخامره شك في أن الشريعة تنحو منح التضييق في مسألة الطلاق وأنها حين تلجأ إلى الطلاق كحل فإنما تلجأ إليه بحسبانه ضرورة من الضرورات ومن باب آخر الدواء الكي وذلك حين يشكل الطلاق أخف الضررين وأهون الشرين فإذا أصبحت العشرة بين الزوج وزوجته من هذا النوع الذي لا يحتمل ولا يطاق أو حتى مما يصعب احتماله وهذه حالة لا تنضبط لاختلافها من زوج لآخر ومن زوجة لأخرى فمثلا هناك الزوجة التي لا تسمح لها كرامتها التي تكونت لديها خلال نشأتها وتربيتها في أسرتها والتي لا تسمح لها أن ترى نفسها كما مهملا ثم تعامل من زوجها كما تعامل قطعة الأثاث في المنزل وينظر زوجها إليها وإلى أولادها وكأنهم قدر فرض عليه وتعيش حالة دائمة من الإرهاق النفسي مثل هذه الزوجة لا يمكن أن تفرض عليها أي شريعة من الشرائع حياة قاسية قد تؤدي بها إلى أمراض عصبية ونفسية لا طاقة لها بها وبخاصة في عصر الضغوط والتوتر وانعذام الثقة وصريان الشكوك والضراب القيم والقرآن الكريم الذي تنبني عليه الشريعة وأحكامها صريح وواضح في التنبيه على أن الزواج الذي هو مشروع الأسرة والمجتمع قائم على محاور ثلاثة المحور الأول السكن لا بمعنى مجرد الحلول في المنزل ولكن بمعنى الألف والتضام والميل يؤخذ هذا من صدر الآية الكريمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وذلك لما هو معلوم من أن المرأة مخلوقة من الرجل وكأنها وزوجها جسم واحد اقتضع قطعتين عادت كل منهما للأخرى واتلفت تماما الائتلاف وهذا هو السكن الذي يشعر به كل منهما كما يشعر المرهق من العمل حين يعود إلى منزله وسكنه الذي يألفه ويأوي إليه والمحور الثاني هو المودة وهي المحبة المتبادلة وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أما المحور الثالث فهو الرحمة أي الشفقة التي تقتضي التعاون والتفاهم والمبادرة بالصفح ونسيان الإساءة وعطف القلوب بعضها على بعض هذا هو فقه القرآن في موضوع الزواج والقرآن يغري الزوج بالحفاظ على عش الزوجية وإمساك الزوجة وعدم اللجوء لتطليقها حتى وإن حدث منها ما يحمله على كرهها ونلاحظ أن الزوج هو الذي يتوجه إليه هذا الإغراء الإلهي في حالة الكره لأنه أقدر على ضبط شعوره السلبي وإخفائه وعلى المعاملة بالمعروف ولم يتوجه شيء من هذا النداء إلى المرأة الكارهة اللهم إلا في النداء العام بفضيلة الصبر الموجه للرجل والمرأة في كل أمور الحياة وذلك في قوله تعالى والصابرين والصابرات وواضح أن السياق هنا ليس مما يتعلق بالأسرة تحديدا بل هو عام فيها وفي غيرها من شؤون الحياة أما قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فإن من أعجب ما قرأت في تفسير معنى المعروف الذي أمر به الأزواج في حسن معاشرتهن لزوجاتهم هو فيما يقول المفسرون أن لا يعبس الزوج في وجه زوجته بغير ذنب وأن يكون منسابا ضلقا في القول لا فضا ولا غليظا وأن لا يظهر ميلا لغيرها ومما سبق يتبين لنا أيها المشاهد الكريم أن الأسرة في الإسلام التي تبنى على محاور السكن والمودة والرحمة والصبر الجميل لا تسمح أخلاقياتها باللجوء إلى الضلاق أو الانفصال اللهم إلا لجوءا كلجوء المضطر لأكل الميتة وتصبح الفرقة رحمة إذا ما قيست باجتماع طرفين متدابرين عقلا وقلبا وعاطفة وقبل أن نعرض لحكم الطلاق في هذه الشريعة السماوية يحسن أن نذكر شيئا عن أسباب الطلاق التي يمكن رصدها في جيلنا هذا وأول ما يمكن رصده في هذا المجال هو أولا تربية النشء تربية رخوة وتعويدهم على الهروب من الواقع إلى الخيال وترسيخ الكسل الفكري والعجز عن مواجهة المشكلات وحلها والاعتماد على الوالدين في كل صغيرة وكبيرة يفكرون لأولادهم وبما يوافق أهواء الولد أو البنت والسبب الأكبر هنا تتحمله الأم لأنها كثيرا ما تختلط عليها الحدود بين ما هو مجال للعواطف وما هو مجال للتربية والتأديم وهو مجال مختلف كليا عن مجال العاطفة ومعلوم أن التعامل في مجال التأديم بأساليب العاطفة يزيف وعي الطفل بحقيقة الحياة ويحجب عنه رؤيتها على حقيقتها وأنها فيها الحلو والمر وليس فقط فيها كل ما يشتهيه ويرغب فيه ثانيا هذا السبب هو نفسه من وراء تفشي ظاهرة الطلاق لأن التعود على التفكير العقلاني غائب أو ذو حضور ثانوي في مشروع الزواج والحاضر عادة في هذا المشروع وبخاصة في فترة التعرف والخطوبة هي الأحلام الضائرة والشاردة وتصديق الواهم والخيال وبناء عالم من التصورات يشبه الجنة أو الفردوس المنتظر وهذا العالم سرعان ما يختفي ليفاجأ الزوجان أنهما أمام عالم مختلف لم يحسبا حسابه ولم يتحسبا له في قصر الأحلام ثالثا الأعباء المالية التي يتحملها الزوج والتي تجعله يتساءل بعد ما يفيق هل ما أنا فيه كان يستحق كل هذا الإرهاق المادي والمعنوي رابعا خفة الوعي بالمسؤولية الدينية في موضوع الطلاق وهذا السبب يتحمل مسؤوليته العلماء والمفتونة واضطراب الفتوى وتوارث أحكام شرعية مجتزأة ومبتورة خامسا ما يحمله الزوج من عادات درج عليها وهو في عائلته قبل الزواج مما يتنافى مع مقتضيات الأسرة الجديدة وواجباتها مثل عادة السهر خارج المنزل مع الأصدقاء وترك الزوجة وحيدة دون أنيس في منزل الزوجية الجديد وهو أمر لم تعتده من قبل في أسرتها وما تموج به من مظاهر الأنسي والسمر ومثل ذلك أيضا ما يحمله الزوج من عادات أخرى كعادة المصروف الشخصي المستقل والاعتماد على أسرته في كل ما يتعلق بإعداد شؤونه الخاصة والذي يلقي به فجأة على كاهل زوجته دون أي مساعدة أو مشاركة تشعرها بوجوده معها وثم تسبب خفي لا يتنبه له كثير من الأسر وهو ما يحدث حين ترزق الأسرة الجديدة طفلا من تحول عاطفة الزوجة وأسرتها وأسرة الزوج تحولا كاملا نحو هذا الضيف الجديد وما يتبع ذلك من تحول الاهتمام بالزوج إلى الدرجة الثانية أو الثالثة وما يترتب عليه من إهمال ثم من شعور بالاغتراب يتسرب إلى مشاعره شيئا فشيئا ويدفعه إلى البحث عن الرعاية والاهتمام خارج محيط الأسرة بل كثيرا ما يتسرب لنفس الزوج الذي أحيل إلى الدرجة الثانية من الاهتمام شعور يشبه شعور الغيرة من هذا الطفل الذي ينافسه في حب زوجته ويغلبه عليه وأيضا من هذه الأسباب أن الزوجة قد يكون من هذا النوع الذي ينصرف بكل قوته إلى أعمال مهنية وينسى في غمرة عمله ما تنتظره الزوجة وتتضلع إليه من عناية واهتمام الأمر الذي يدفعها إلى الشك في عاطفته نحوها ثم ما يعقب ذلك من صراعات متبادلة تنعكس سلبا على مسيرة الأسرة وحياة الزوجة وأطفالها ومن هذه الأسباب أن الزوجة قد ترتبط بزوج من النوع الذي يحب السيطرة وخضوع الآخر واستسلامه دون قيد ولا شرط وتكون هي من النوع الذي يشعر بكرامته وحقه في حرية الرأي وثمتئذ لا مفر من الصدام الذي ينتهي إلى حل هذا الصراع بالطلاق والسؤال الآن ما هو حكم الطلاق في الإسلام والجواب أن اختلاف العلماء فيه أمر معلوم إلا أن الرأي الذي تدعمه الأحاديث النبوية والقيم الإنسانية الأخلاقية التي عرضنا لها في بداية هذه الحلقات وقلنا إنها الظهير الثابت وراء كل تشريع هذا الرأي هو الرأي القائل بأن الأصل في الطلاق هو الحذر بمعنى الحرمة أي حرمة الإقدام على تطليق الزوجة اللهم إلا لأسباب تحول بين تحقيق الهدف أو الغاية من العيش في إطار هذا الرباط المقدس وأستسمح المشاهد الكريم في نقل بعض مما قاله أئمتنا في حكم الطلاق وأن الأصل فيه هو الحذر أي المنع وفي شيء من التصرف في الألفاظ يقتضيه تبسيط لغة هذه النصوص يقول فيلسوف المذهب الحنفي الكمال بن الهمام وسبب الطلاق هو الحاجة إلى خلاص كل من الزوجين من الآخر حين تختلف الأخلاق وتعرض البغضاء التي تمنع الزوجين من تحقيق ما أمر الله به من المودة والرحمة والعشرة بالمعروف ثم يقول والأصح في الطلاق حذره إلا للحاجة ويقول صاحب الجوهرة الأصل في الطلاق الحذر لما فيه من هدم الأسرة التي تعلقت بها المصالح الدينية والدنيوية وفي درر الحكام الأصح حذره إلا لحاجة وعند الإمام أحمد يحرم الطلاق ويباح عند الحاجة ويقول ابن تيمية الأصل في الطلاق الحذر وإنما أبيح منه قدر الحاجة ولا يذهبن بن الظن في تفسير الحاجة التي يباح معها الطلاق إلى أنها الرغبة في التغيير أو الوقوع في الغرام بأخرى أو غير ذلك مما يرجع إلى حظوظ النفس ورغباتها وشهواتها أو مما يرجع إلى مكيدة للزوجة أو لأسرتها فكل هذه حاجات هابطة وغير معتبرة في ميزان شريعة الإسلام ولا تصلح أن تكون من العوارض التي يتغير معها حكم الطلاق من الحذر والحرمة إلى الإباحة وأن الحاجة التي يعتبرها الفقهاء ويتغير معها حكم الطلاق هي الحاجة الشرعية وليست الشخصية ويسدل الفقهاء على ذلك بالحديث الشريف تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات أي عبيد المتعة الحسية والشهوات الغريزية وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق وقوله أي ممرأة سألت زوجها ضلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم زوجته حفصة بنت عمر تطليقة ثم قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال راجع حفصة بنت عمر فإنها صوامة قوامة وجملة القول إن الأصل في الطلاق فيما يقول هؤلاء الأئمة الأعلام الحضر بمعنى الحرمة وأنه لا يباح إلا لحاجة تدعو إليه والحاجة المعتبرة في الاستثناء من حكم الحرمة هي الحاجة التي تتغير معها المعيشة الزوجية المشتركة شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته